السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعت معكم زملكم احمد سامي وهنكمل جيت للجميع كنا وقفنا في الحلقات اللي فاتت عند مرحلة وان احنا ملفاتنا دلوقتي موجودة في وجهز ان هي تروح طيب هو من الطبيع ان انت ممكن تعمل بعد كده لشغلك من هنا ولكن احنا هنبدأ العكس عشان نبدأ بالاسهل الاسهل مش من ان انت تعمل عندك وبعد كده تبعاته اونلاين الاسهل ان انت تبقى عندك الشيء اونلاين وتاخد منه ازاي احنا هنستخدم ده الموقع والانترفيس اللي احنا هنستخدمه في التعامل مع الملفات بتاعتنا فهنبدأ بان انت تسجل في بتاعك عملت في حساب تمام لو انت حسابك موجود جاهز فيفضل تخش في على طول انا هخش في الحساب وهشرح لك بشكل سريع لو انت اول مرة تشوف الانترفيس ده تمام ده الحساب الخاص بي هعمل انا عامل حاجة اسمها وده حماية مضاعفة للحساب بتاعي هو ان محدش يقدر يستخدم الحساب او يخش عليه الا بتصريح مني شخصيا لان هو بيجي على التليفون كود خاص بي انت اول ما بتخش على جيت بتخش هنا دي بتبقى عندك فاضية لو ده حساب جديد لو مش حساب جديد بتبقى عندك موجودة لان ده هوم بيج بتاعتك اللي بيظهر فيها الناس اللي انت عمل له فولو الحاجات اللي هما بيعملوها عندهم هنا لو انت هتعمل او فولدر جديد علشان تحط فيه شغلك ومشاريعك هنتكلم علىها بعدين هنتكلم علىها بعدين دي لو انت عايز تشتري حاجة معينة او شيء تضيفه بتاعك اكسبلور ده حاجة كده زي اليوتيوب هوم بيج مسلا هو ده اللي بقى موجود فيه كل حاجة انت عايز تقراها او يعني ببقى فيه الناس المشهورة مسلا او المشهورة بتقوم موجودة هنا آآ بعد كده بتخش عندك على البروفايل الخاص بيك زي ما انت شايف ده شكل البروفايل هنا بيقول لك عن البروفايل بتاعك ده بيشرح بالزبط انت لو انت عندك قد ايه عملت مساهمة في البروفايل بتاعك ودي الخاصة بيك عددها لو انت عندك كتيرة ولو انت في موجودة هنا طيب دلوقتي هنشوف غير الخاصة بيك لو انت عايز تعمل منك تروس على الصورة تبدأ تعمل للبروفايل الخاص بيك ده سيبولك انت عشان يرجع لك تمام احنا اللي يهمنا دلوقتي هو ازاي اعمل ريبوزتري زي ما قلنا في عندنا طريقتين دي الطريقة الاولى هي نيو ريبوزتري وهدي له اسم هدى الريبوزتري دوت get for everyone اه كشرحة سريع ايه الاوبشنز اللي بدها لك الريبوزتري هنا ده الديسكريبشن شي اوبشنل لو انت عايز توصف الريبوزتري بتاعك اديو اديو كيشيونل ريبوزتري برضو خطبتها غلط تمام اديوكيشن الريبوزتري وده نوع الريبوزتري بتاعك هل انت عايزه public معنى ان اي حد يقدر يطلع على الريبوزتري ويشوف الحاجات اللي موجودة فيه او لو انت عايزه خاص بيك وخاص بشغلك فقط لغير اه الانيشيلايز دي الحاجات اللي بتجي لك اضافية ده يفضل التامن تعمل له بتاعك ممكن تعمله وتبدأ تضيف فيه وصف للريبوزتري وشارح هو بيعمليه هنشرح ده ان شاء الله بعدين وتشوز لايسنز دي لايسنز بتاع الريبوزتري بتاعتك يفضل تخش وتقرأ بتاعتها عشان تعرف انواع المتاحة لك كده احنا عندنا الريبوزتري جاهز هنعمل كريات ريبوزتري ده شرط للريبوزتري اللي بتعمله كريات ادي اليوزر نيم بتاعك اللي انت او الجيت بتاعك وهو ودي اسم الريبوزتري اللي انت موجود في ادي الكود عندك ايشيوز في الريبوزتري في بول ريكوست اكشنز برويكتز ويكي الحاجات ده كلها موجودة جوه الريبوزتري ده فقط لا غير عادي شرح للريبوزتري انت موجود فين انت عندك او هنا وان برانش وانت موجود في المين برانش اللي هو الديفولت ودي جوتو فايل لو انت عايز تروح بفايل معين ودي اد فايل لو انت عايز استديف فايل في الريبوزتري طب انا دلوقتي عند الكلام ده اونلاين اخده ازاي اوفلاين اخده ازاي لوكال عشان ابدأ احطي في ملفاتي وبعد كده ارفعها هنا باجي عندي كود وفي عندك اكتر من طريقة انك تاخد من خلال وتعمل او بتعمل او بتعمل او بتعمل او بتعمل او بتعمل او تعمل كتب ده معمول بس انا بصراحة مجربتوش هناخد كده احنا اخدنا نسخة من الريبوزتري بتاعنا كوبي طيب انا دلوقتي ده عايز مكان معين في اللوكال احطه في انا مسلا هنا هفتح كل بساطة انا باخد يعني انا باخد نسخة من الملف اللي موجود تاني بقول له كلون يعني ادينا نسخة انسرت عشان اعمل باست هير ودي عندي كلون للريبوزتري ده وقول له انتر لاحظ ظهر عندي كريبوزتري انا حاليا مش موجود جوه اي لان انت لو تلاحظ ما عنديش هنا اي كوسين زرقة او خضر موجود فيهم اسم المكان اللي انا فيه وهنعمل لاحظ الفرق زهرت لك بالازرق ودي مين ده معانا ان انت جوا في الخاص بك هنعمل عشان نتأكد احنا فين وبنعمل ايه عندي ايوة والبرانش ما عنديش حاجة اضافية لسه هتتحط طب نبدأ بقى نعمل نضيف نضيف هنعمل نيو فولدر وهنسميه فرست تاسك كده انا عملت فرست تاسك للمعلومة انت مسلا عملت هنا فرست تاسك تمام طيب انت دلوقتي عملت الريبوزتري وعندك شغل جاهز بكل بسات وقربية هتخش له هنا هنعمل بس احنا نيو تاكست واسميه تاسك وان وبعد كده جوة تاسك هسميه فرست تاسك تمام وهقفله كده انا ضفت شغل ايا كان نوع التعديل سواء ده مشروع اه او بغسم جرد ملفات انت بتعدلها بتحفظها. بكل بساطة لازم تتأكد دايما انت فين. يما تتابع دي. يما دايما تستخدم جيت استاتوس وتأكد انت فين. لما عملنا جيت استاتوس قال لي ان انا موجود في وعندي في فولدر جديد اهو طب اضافته. شوف عايز تعمل في ايه. انا شاف ان انا خلصت شغلي فهعمل له هنمشي بقى مع التسلسل الطبيعي جيت اد يعني حط كل الملفات دي في دلوقتي هما في انا بقول له عشان هتأكد من حالتهم. قال لي تمام الجاهزين انهم تتعمل لهم لو رجعت في كلامك لو سمحت ممكن تستخدم الاسلوب بتاع لو كل تمام بالنسبة لك وهتكمل. يبقى هتقول له عشان تكتب بتاعتك وهتقول له على سبيل المسال. تمام بالنسبة لك تمام عملت انتر ضفته. طيب نعمل جيت مرة تانى عشان نتأكد من شغلنا. تمام قال لي فاضي. ولكن في رسالة ظهر الجديد. ده معنى ان انت في عندك شغل في اللوك اللي هو مش موجود فين. فلو سمحت جيت بوش عشان تببلش الشغل بتاعك. تمام. في الحالة دي هنخش بقى للامر جيت بوش. ده معناه ان انا هاخد الشغل ان انا عملته لوكالي واحطه على اونلاين. جيت. بوش. انتر. بدأت الشغل بتاع جيت بوش. خلاص كده تمام بعت لي كل حاجة جيت بوش. جيت استاتوس مرة تاني. كده تمام. قال لي الورك كليل. لاحظ الفرق مابلت لندون. اهو. شفت الفرق هنا. هنا بعد ما عملت بوش. هنا قبل ما عملت بوش. تمام. اتأكد مني ان كل الشغل الموجودة عندي اللي انا عملته هروح بكل بساطة ادي بتاعي شكله فاضي ما فيش حاجة اتعملت. لكن لما اعمل رفرش هلاقي عندي ادي فرست تاسك اتعمل وجاهز. اللي انا موجود عندي وادي تاسك وان. ازاي نعمل جوة البروجيكت او جوة بتاعك من غير ماتوه بكل بساطة. عايز تشوف ايه هي محتويات فولدر معين. بتدوس كليك على اسم الفولدر ده. دخلت شفت محتوياته. عايز تشوف محتويات اخر تعديل او اخر الكومت من خلال الماسيج ادي الماسيج بتكليك على الماسيج بيجيب لك بالزبط التعديلات اللي تمت. في الكومت ده. تمام ارجع. اه دلوقتي هنفترض ان في انت عملت شغلك افلاين. الريبوزيتور دوت انت مش شغال عليه لوحدك او انت شغال مسلا لوحدك وعايز تضيف فيه في ريست تاسك دي. او لأ بلاش نعم ممكن نضيف فولدر تقريبا. كريات لأ. طيب هضيف هنا فايل اد فايل وهقول له كريات نيو فايل. وهدي للفايل ده اسم. وهو هنا بيحدد لي انت عايز الفايل ده فين. هدي له اسم هسميه ساكند تاسك اونلاين وهخش هنا وقول ساكند تاسك كرياتد اونلاين. وفي نفس الوقت هاخد ده كنترل سي. علشان لما نبص الكوميت نيو فايل انا محتاج الماسيج هتدي له الماسيج بتاعتي. عايز تكتب هنا ممكن تكتب يعني زي ما تحب ديسكريبشن. غلط في تمام. وبعد كده بتعمل الكوميت للفايل بتاعك. انت بتشوف مين اللي عمل الكوميت. خلي كل حاجة زي ما هي. خلصت بعمل كوميت نيو فايل. لاحظ ان انا عملت الكوميت داريكلي في المين برانش. لان انا ما عنديش اي. لسه هنتكلم عن نيو برانش دي بعدين. فما هتركزي فيها. فهعمل كوميت للنيو برانش وقول له كوميت نيو فايل. لو تلاحظ انا عندي في في دلوقتي فايلين. ولكن لو عملت هلاحظ ان انا عندي هنا واحد بس. ده معناه ان انا في شغل موجود في الريموت او موجود على السيرفر مش موجودة عندي. طيب انا محتاج اخد الشغل ده عندي في اللوكل. اعمل ايه? لو جيت هنا وعملت هتلاقي نفسك لسه جوه المين. ولكن دايما او يفضل تشتغل في المكان اللي فيه الجيت نفسه فولدر اللي هو برا. هنعمل جيت باشهير. عشان اخد الشغل اللي اتعمله افديت. انا بعمل بكل بساطة جيت بول. يبقى انا جيت بوش عشان ارفع شغلي اونلاين. جيت بول عشان اخد شغلي على اللوكل اوفلاين. وهقول له انتر. هو عمل دلوقتي بتاعته وبع ودع وراح اونلاين. شاف الحاجات اللي ما اضافها. قال ان فيه ملف واحدة هو تم اضافته. حتى اتأكد فين? ادخل اهو. عندي موجود فعليا. اصبح كده عندي الشغل اللي موجود هو نفس الشغل اللي موجود اونلاين. في الحالة دي انت اصبح عندك القدرة ان انت تتعامل مع ملفاتك سواء اوفلاين وترفعها اونلاين او اونلاين وتحملها بعد كده اوفلاين. ان شاء الله هنقف لحد هنا. وبعد كده هنكمل في الحالات اللي جاية ازاي نتعامل بتعمق مع وباقي الحاجات المطلوبة. كان معاكم زملكم احمد سامي وان شاء الله نشوفكم على خير في الحالات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.